السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللي كيشوف القناة ديالي أول مرة كنقول لك مرحبا بك عندي ونتمنى تضغطي على زر اشتراك وعلى كامبانيا باش يوصل لك كل جديد ودابا البنتك ما كتشوفوش بتكون واحد الخبز رائع صراحة ما كيحتاش العجين ولا دليك ولا احتاش حاجة وصحي يعني يعني صحي كما عديد لاحظو في المقادير ديالو كل شي وارطب رطب رطب كما قد لاحظو ودابا غد نخليكم مع المقادير ومع تريقة تريقة العجين عنا واحد معلقة كبيرة دلخميرة دلحبوب واحد المعلقة دل بذور الشيا وشوية دل ملاح على حسب الدوق وعنا النخالة كما كتشوفوه وعنا الشوفان واحد جوجل حفيند الشوفان وجوجل حفيند النخالة وواحد كيلود الدقيق الابياط واذا بغيتو دعملو الدقيق الاسود كما حبيتو ودابا غد نتقلو مع الطريقة اول حاجة كنعمل الماء والخميرة والملحة وكنعمل ما ينطحنو شوية في الخلاط كندون دابا عرفتو علش كنهضر بانو ما محتشش يعني دليك والعجين بزاف وهو الخبز دي الخلاط الكهربائي دابا من بعد ما خلطت الملحة والخميرة كنعمل واحد جوجل حفيند الشوفان الشوفان يعني كنعملو باش كيتطحلي لانو ولاذي من اللي كيلقاو ديك يعني ديك حبيبة دي الشوفان في الخبز ما كيعجبمش ولهذا انا كنتحنم هنايا هاد الخبز تقدروا دعملوها بالخلاط يدوي اللي ما عنداش الخلاط كهربائي كتقدر دعمله بالخلاط يدوي انا الصراحة شحال دلمرة كانعملها غير بالخلاط يدوي كدعمل النص دي الطحين مع الماء الماء اخدالي سبعمائة مليل لد الماء ولكن الماء لحسب الطحين البنات يعني ما تقدروش يدعرفوا وش عايخوتكم كتار ولا ناقيس ده با كنخلط ديك الناس كنخلطو فحال عجين دي البغرير يعني هاد الخليطة اللولانية كتخلطة فحال عجين دي البغرير خفيف ومن بعد كتزيد عليها الطحين المتبقي وكما قلتكم يعني عندي كيلو دي الطحين نص كيلو دي الطحين كنخلطو خفيف فحال بغرير ومن بعد كنزيد عليها النص اخر وده باك ما لاحظتو عملت على البقية دي الطحين عملت عليها ديك المعلاقة دي الشوفان عفوا ماشي شوفان هادك الزريعة الشية وكنعمل واحد جوج حفينت انه خالة اه الصراحة انا هنا في المانيا ماشي بزاف وحاولتنا نشري الطحين يعني الدقيق الكامل ولكن ما عرفتش شني اسمو وشريت واحد المرة واحد طحين حسابني هو الدقيق الكامل وازدقلي الطحين بخلط يعني بالخميرة ديالو بالملحة ديالو بكل شي ديالو ولهذا انا كان شري النخالة وكان شري الدقيق وكان شري المواد وكانعمل مع بعضنا وكما لاحظتو يعني غير خلطتو يعني ما معجونش غير كيف ينتلف لكم ديك الطحين مايبقاش يبنكم الطحين صافي كاد عملو لوجه ديالو بالزيت ده كما لاحظتو راني كان عملو لوجه ديالو بالزيت وكاد خليوها وكاد خليو الخبز دي خمر اه كانعمل فها الطنجرة كانعمل ما سخون وكانعملو عليها من فوق هذي لا بغيتو خمركم ضغية كنتو مزرو بيخسكم الخبز ضغية كانعمل عليها ديك الطاصة دي الخبز ده كما لاحظتو العجين ديانا هوا تخمر ده كنفش فش منو ديك الخميرة كما لاحظتو مشيش ببارتو تكيت عليه يعني كان جناب ديالو كاد بقا يضرب عليها الدربة شوية بشوية مجناب ديالو حتى كاد هبت ديك الخميرة وده كنا نحلل الخبز الخبز انا يعني كان خرج من كيلو ده طحين كاخرج منو جوش خبزة كبار وانتو موسواني دياكم وتشوفو يعني العدد دي الخبزات اللي كاد خرجو من كيلو ده الطحين من بعد ما ما قطعت الخبز خليته واحد جوش تقايق حتى ارتحت شوية وكنجين قرصه كما كاد لاحظو يعني كاد عملو الزيت في داكم وكاد دقو على الخبز كاد خليوها في واحد سنتيم تقريبا دي العلو ديالو كما لاحظتو هذك يعني البواقة يعني الخبز كما لاحظتو يعني في حالي معجونة ما ما بقيش فيها بالعجين يعني فيها البواق وكل شي وده بكاد قرصوها وتشرطوها بواحد الموس وتخليوها دخمر دارووري دعملو الوراق الزبدة باش ما دلسق لكم شي الخبز ف السينية لانو الخبز واخد دهنو الزبدة اعفون واخد دهنو السينية بالزيف يعني من اللي كاد خمر كاد للسق كاد لسق يعني دارو رخسكم ورق الزبدة وكيف ما قلتكم كتشرطوها يعني كتزينوها كما حبيتو يعني بغيتو دعملو كروث كما عملت انا في مرة اللولة بغيتو دعملو شريطات كما عناعمل في هاد الخبزة هذي يعني ديكشي على حسب الدوق ديالكم وعلى حسب الطريقة التزويق ديالكم بغيتو دتشكوها بالمتشيك هذي كنتو مولو اختيار ديالكم انا كنعملها غير هيدا وصافي من اللي كان شرط الخبز ديالنا هيدا به هاد الموس كان خليها دخمر كنغطيها وتخليها دخمر ومن بعد كتتسخني الفران خصو يكو سخون بزاف يعني على مية ثين وعشرين دراجة وكتحشي فيها الخبز ديالكم كتطيب كل شي كيعرف كيف كتطيب الخبز وبالصحة والراحة ودبها هالخبز ديالنا هيا وجدة وجزاكم والله وخيرا على حسن المتابعة ومكرهتش تبرتاجي والفيديو ومع السلامة